مشاهدينا مشاهدي في الجول أهلا بكم في الستوديو التحليل لمباراة الأهلي وبيراميدز في قمة المنافسة على لقب الدوري والانتهد بفوز النادي الأهلي بثلاث أهداف مقابل هدفين في الدقايق الأخيرة بهدف جديد من ملك الدقايق الأخيرة محمد مابدي أفشا وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النادي الأهلي للنقطة 60 في المركز الثاني خلف متصدر نادي بيراميدز برصيد 68 نقطة لكن للعلم نادي بيراميدز متفوق على النادي الأهلي بخوض أربع مباريات دفنا النهاردة الكابتن شريف عبد الفضيل نجم النادي الأهلي السابق أهلا بيك كابتن منورنا ومشرفنا في موقع في الجول في البداية كده شايف تشكيل نادي الأهلي مع كولر إزاي مش عايز أقول اتفاجئنا ولا حاجة كان متوقع لأنها يلعب استحواز في نص الملعب بشكل جيد وهلق المساحات في وسط الملعب بوجود أكرم توفيق ومروان عطية في وسط الملعب وامامهم معشور دايما خطة كولر بتبقى مبنية 4-3-3 صريحة ولكن اعتقد فيه كان فيه مهم أكتر لأكرم توفيق بالالتزام مع مران عطية ولكن احنا في الملعب شفنا غير كده خالص لقينا فيه أريحية أكتر زيادة عددية لعيب الأهلي في النواحي الهجومية دايه الهدف اللي جاء عملية الروتيشن في تغيير المراكز بالعرض الملعب بشكل ممتاز جدا من حسين الشحات وتواجد طهر محمد طهر في قلب الزيادة العددية داخل الثامنة عشر مع وسامة أبو علي ده قدم ساحة أكتر لو شفت الجنة الأول والتحركات بتاعت حسين الشحات وطهر محمد طهر ووسامة أبو علي هتعرف التحرك والزيادة العددية من اللاعب الأطراف الداخلين جوة الثامنة عشر تمت إزاي وتدوير الكورة وحسين الشحات بتواجده في ناحية اليمين وطهر في ناحية الشمال هتلاقي طهر هو اللقاط على العرضة الريبة خلى المدافع اللي ماسك ووسامة أبو علي ياخد الخطوطين عشان يقفل على طهر فبالتالي بقى وسام فاضي قدر إن هم يحطوا الهدف الأول بس في نفس الوقت البعض انتقد مشاركة طهر أساسية خلينا نتفق إحنا كلنا تكلمنا في النقطة دي طهر من الناس المرشحين إن هم كانوا يمشوا ولكن طهر كولر داله فرصة إنه يلعب لأن غالبا برضو فيه ردة سليم في نفس المركز بنسبة كبيرة هو كمان ماشي عندنا بيرستاو هو كمان بنسبة كبيرة ماشي وهو مصاب كمان وقاله ديانج كمان هو من الناس اللي ماشي وهو برضو بيديله ولكن هنا أنا اللعيب طالما موجود معي هنقدر استفيد بيه استفيد بيه والنهارده كان محمود طاهر محمد طاهر من أحسن متشاطه أحسن متشاطه نواحي تاكتيكية كان منظم جدا وكان بدافع قافل بشكل كواس جدا على مصطفى فاتحي الناحية الثانية مع كريم فؤاد عمل وجابها قوية جدا والناحية الثانية نفس الكلام خالد عفتاح مع حسين الشحات أحسن لعيب لعيب الأهلي ولعيب الفريقين على الإطلاق النهارده حسين الشحات قدم مباراة عالية من نواحي الحنية حسين دايما بيدينا إحساس أنه هو لعيب مختلف عنده رؤية نادي الأهلي وكل رأح بتغييراته المعهودة وبدأ يفاجئنا بيها الفترة الأخيرة الحمد لله يعني تغييراته ورؤيته الملعب ألو ديانج النهارده نزل الراجل بيودع الفرقة يعني خلاص هسافر خلاص الدور السعودي النهارده يعمل مراوغتين ويعمل باس مميز جدا وبعدها يتم الباس يروح لعند أفشة يقدر يفنش بشكل كويس جدا عندنا نزول أفشة هنتكلم في تغييرات طيب انت من نوقت نظرك شايف مين أكتر لعب يعني شفته فنان كان الأفضل ومين اللعب اللي مقدمش المستوى المميز في المباراة بص الأهلي النهارده متفوق طول المباراة طول 90 ديئة شايف اللعبة كلها بتاعة الأهلي كانوا ممتازة النهارده كلهم طبعا بيستثناء أخطاء طبعا في خط الظهر للاعيبي الوسط للاعيبي خط الظهر الاستوبرين الشناوي فيه برضو التمركزات بتاعته في الحاجات العرضية طبعا يسأل عن الهدف التاني والهدف الأول التاني ويسأل عن الأول في توقيت معين كان يقدر يقفل على الراجل راسي الحربة فيستو مايلي فيستو مايلي والكرة طولت منه يعني أول ما كرة طولت شوية كان يقدر ينقض عليها فيه حراس مرمى بيبقى زيه نصاحي مية في المية بس انا هتكلم في النقطة دي انت شايف ان وليدي الكارتي يقدر يضرب الخطوط الدفاعية على الخصائق خط راسل لا ما هنا كان فيه تماركز انا معاك يعني القرى دي اضرب الفرقة كلها حرفي خط الظهر كاملة لان كان فيه خط الظهر في الوقت ده كان طالع فيستو مايلي كان في الوقت ده كان لسه راجع من التسلل كان في الوقت ده عب منعم بيضغط على حد فوق كان رامي ربيعة كان واقف معه الحط واحد هو نزل ضرب رامي ورجع ثاني خضها في خط الظهر وليدي الكارتي عمل سرو باس هايل في ظهر المدافعين بس شايف ان الهدف ده يتحملوه الشناوي لا ما انا بنتكلم على اخطاء المدافعين انا بتقسط قلت ان الشناوي يتحمل الشناوي يتحمل فين بقى يتحمل جزء من الهدف الاول وجزء من الهدف التاني لان برضو الهدف التاني الراجل بيدرق بلعب ضربة رأس وهو فاضي في ان الرقابة ما ده جزء لو مدافع مع احمد سامي هيقدر يلعبها بقى رياحية كده اكيد يا صعب يعملها بقى رياحية بس عندنا برضو جزء مهم جدا التمركز انا يعني غريبة جدا ان الكورنر اللي يجي منه التاني كل الناس رايحين على العرض القريبة حتى الشناوي لقى فيه زحمة قدامه فاخد خطوة ورجع ونلاقى احمد سامي لوحده بدون رقابة بالمنظر ده فده كان صعب جدا بيراميدز بعد ما كان خسران قدر لهو يرجع يتعادل وقدر ان هو كمان بقى في بداية الشروط التاني ان هو يكسب شايف من وجهة نظرك ان اسباب عدم قدرة بيراميدز في المحافظة على النتيجة كنا انا في احدى قنوات قبل المباراة كان حد بيسألني يعني بيقولي مباراة الدوري بين الاهلي وبيراميدز ايها وفعلا ديمارات القمة وبنات الدولة عشان هو اللي بينافس الاهلي على البطولة ولكن هنا تعالى انت بتكلم في ايه انا بكلم نادي الاهلي صاحب اكبر جمهور في القرى النادي الاهلي رقم واحد جمهوره لما جمهوره هيحضر على فكرة انا هيرعب اي حد معروفة وده اللي حصل جمهوره الاهلي النهاردة لما علش يعني تعالى بص على فريق بيراميدز اكسم بالله تحس بالرعب فيه الولاد بتعبير اميدز تحس مرعبين من جماهير النادي الاهلي اتشرت الاهلي ده يرعب اي حد صدقني انا لما بقى كنت بحسي ما ستشايف ان هم مرعبين ويقدروا يكونوا خسرين ويتعادلوا وبعكار رجعوا يقصوا انت بتعادلت بكورة وكسبت صح بكورنر وانا رجعت كنادي اهلي وكسبتك ما هذا النادي الاهلي انا مقدرش اكسبك كده لازم برضو اخلي فيه ايه حتة ساسبنس كده شايف راكلة الجزاء اللي اخد احسين الشحات تمام شايفها ضرب الجزاء ولا لا؟ راكلة الجزاء دي فيها شكوك كبيرة جدا وفيها اراء كبيرة لان هي فيها وعليها لو اللي قاعد على الظار ملعبش كورة ممكن يحسبها فواضح انهم ملعبش كورة انا حسين الشحات وانا بلم الكورة انا رجلي خلاص في الهوى انا طبيعي هنزل برجلي على الارض انا عامل تاكلنج فهنا فيه اهمال من اللعيب عامل تاكلنج في المساحة في المحيط بتاع رجلي تمام صح انا هنزل رجلي فين على الارض صح انا بنزل رجلي انت او خدها وراية بس انت ما حصلش بدا حصل لأ هو حسين اللي راح انا مش قصد حط رجلي عليك انا بحطها في مكاني على الارض هحطها فين يبقى هنا بص بص انا جبتلك الخلاص هي فيها مغلطات وفيها اراء كتيرة وفيها قوانين كتير انا عايز اقول لك حاجة اللي فين ناس بتقول ضرب الجزاء هو ناس تقول لا لازم تفهم ان كرة القدم القوانين اللي بيوضع القوانين في الفيفا الاتحاد الدولي كل فترة بيشوف كورة جديدة او شكل مختلف عشان يحط قانون جديد للعبة دي تفاصيل الكورة هيعرفها اقل لعب كورة بس بس معنى كلامك اللي انت تقول اللي على الفار ده لو ملعبش كورة ايه طبعا عشان لو كان لعب كورة مش هحسبها لا فيها وفيها اللي انا بقولت لك اللي هيحط القوانين في الاخر مينة اتحاد الدولة اه يعني ممكن بعد كده يضع لك قوانين اصلا انا هقول لك حاجة انا هحط رجلي فين هحط رجلي في وش الراجل لا اكيد طبعا لا انا دلوقتي كعسين الشاحات اللي ايه توشه جاي انا حتى عايز احط رجلي على الارض الراجل عشان عامل تاكلنج فيه تهور طبعا هنا لعيب بيرامدز ايه مسؤول ان هو داخل بتهور انا اولا لو بيرامدز انا كشيف عالفادير اعمل ايه في كورة ازا دي اروح اسبرنت وافتح رجلي منزلش على الارض عشان ما اسمهاش باعتي نفسي في الكورة اقف على رجلي واكمل مع الراجل عشان ما يطمشوا بيه يطلعني في جيه هنا اللعيب هو المتهور يعني اصدق في النهاية هو محمد حمد المتسلم تحاول طبعا فيها جزء تهور من اللعيب وفيها جزء راجع لقرار الحكم وفيها جزء معلش حنكة من حسين بديه زكاء سوعة طول حسين بيعمل اللعبة دي لا اللعبة دي يعني اخوصات بيروح يجري يرجع يطم تاني انت بص هتنا صحة كلامي فيه بص على حركة رجلي حسين بعد ما حط رجله على اللعيب هتلاقي رجاء حسين حسين حس رجله فتحت الهجوم دي حقيقة يبقى اللعيد خد رجله وراح لا هي في اللقطة ما يخدش رجله لا فيها بقى اشوف فيها لا انا صحيح شايف في اللقطة لما حسين قطم اه قطم خلاص الكرة خرجت حل رجلي حسين دي هتروح فين هنا ايو طبعا رحت هنا ليه وانا بحطها هنا طب رحت هنا دي رحتش هنا والله هيها رايحة مكانها الطبيعي انها محمد حمدي فين انا بس بتكلم عشان انت قلت حاجة مهمة قلت ايه قلت ايه قلت لو هو مش لاعب هو بدأ قاعد الشيمي الشيمي لما قاعد انت الراجل ده بتعتمد عليه واكتر اللعيب عاملك اسستات في الدور والعيب هاي بصراحة هو افضل ظاهير ايمن في الدور خلوه انا كون منتفقين خلاص الراجل ده هو اصلا جابه عندك وبداليل ان الراجل لما حس ان فيه صغرة من ناحية لمين بدأ يغيره على طول وبدأ يروز بوس دماغه وشان عارف ان هو اخطأ من الاول اي نعم انا معاه لما تحس بغلطك انت كمدير فني ترجع تصحها غلطك بسرعة وبداليل ان الشيبي نزل عام الجون تمام ولكن هنا انت كمدير فني اخطأت انت بتلاعب النادي الاهلي ما ينفعش هنا انا مش عارفة هو هنا حس بحساسية عشان يقعد الشيبي عشان موقف في اسن الشاحات اللي حصل عشان ما يحصلش بينه مشتبك تاني اه طب الاهلي ما عادش عسين الشاحات ليه بالعكس بس في الاخر انا شايف ان هو حتة فنية منه مثلا عاملها بيقفل الحتة دي شايف ان الشيبي واعتقد ايه حتة فنية ما اعتقدش ان حد اتكلم في مشكلة يعني بالضبط اكذا انا شايف ان هو كان فاكر ان ممكن يقفل الحتة دي مثلا عندي الشيبي مشكلة في الحتة الدفاعية فقفل الحتة دي عشان عارف جبهة الاهلي هنا اقوى ممكن وارد ولكن هو الراجل حسب غلطه فصح غلطه في دقيقة تلاتين تقريبا واجرى التغيير بسرعة واعد يبوس في راس الشيبي عشان حاسس ان هو واجه عليه من حقه انه كان يلعب المباراة وعلى فكرة الشيبي حتى لما نزق اه صنع جون ولكن ما كانش في كامل تركيزه شايفو كانش في كامل تركيزه للعيب انها تحتكب بعض انا معاه جدا ولكن فيه كرارات لا فيه شد من الفرنة فيه حاجات خارجة لان الكرة بتبقى بعيدة والاحتكاج دايما بيبقى لعيب ضد لعيب يبقى لازم خطأ وانظار على الشيبي في كرة زي دي يبقى هنا عنده مشكلة في الحتة الدفاعية طيب انت شايف انه كولر فعلا تفوق على يوروشيتش في التبديلات؟ هو اخطأ في بداية تشكيله ورجع عدل تشكيله تاني كولر بقى هنا قرأته سريع للجيم نشط وسط الملعب بخروج مراوان عطية اللي كان الى حد ما مش في قمة تركيزه خلاص؟ مش الفرمة بتاعته مش في قمة تركيزه ونازل الالو دي يانج اللي انا اتكلمت واشدت به في بداية لقائي انه هو من نازل الراجل هيمشي وبيودع جمهير النادي الالي ولكن بيؤدي بصرابة هو ده دي يانج اللي احنا متعودين عليه راجل ده لازم يتكرم راجل ده عمل تاريخ وصطر تاريخ مع النادي الاهلي دي يانج ده عمرك ما تسمع حاجة عنه انا من الناس اللي زعلانا اللي هو يمشي بنادي الاهلي ولكن دي هي رؤية فنية الكولر عندك تغييرة افشة وعندك التغييرات كانت مين تاني افشة ودي يانج صح كده؟ وريد اسليم نزل في الاخر خلاص كانوا التغييرات كلها متأخرة شوية ولكن هي حسمت اللقاء شايف ان افشة قصة افشة في الاهداف في البراز تسعين شايفها دي حاجة نفسية ولا ده مجرد توفيد؟ لا وانا في حاجة لازم اقولها بقى احنا في الكواليس اتكلمنا وانت قولت بصراحة افشة هينزل هيجيب جون تاني بص خلينا احكي لك شوات حاجات عن افشة افشة انا بتواصل معه بتكلمه دايما خلاص وهو بيكلمني دايما افشة من الاطيب الناس دي حقيقة وطيب جدا خلاص واللي في قلبه على لسانه وطبعا مصر كلها عارف التقريب دي حقيقة مش مصر او العالم كله عارف خلاص طيبته دي فهو فاهم غلط هو فاهم ان الحياة مش لازم كل حاجة ينفع انا حسبي يتقال اه خلينا اقول لك حاجة بقى عن الجزء العام اللي بتاع افشة هو في التمرينات مجتهد جدا منضبط جدا حياته عمره متأكل على تمرينة ملتزم جدا وبيكتهد وبيموت نفسه في التمرين وخلي بالك وبدليل ان الراجل دايما بيرجع له ومجرد عمل اللي عمله بس بيرجع يعتذر راجل يتقبل منه اللي هو منضبط وعنده التالي هو هيفيده فاهم افشة فاهم افشة انا كلنا عاديين عايزين يقول افشة لو نزل هو اللي حل افشة لو نزل هو اللي هيعمل وبدليل ما شاء الله عشر دقايق افشة نزل اعمل واحدة بس بس انت كمدير وانت كلاعب انت مدير فني بيحس ان انت ما بتنزل في اخر المتش وبتقدر تصنع الفارق انت ممكن برضو كمدير فني تخلص بالنسبة لك دي بديل سحر تخليه على طول كده ما تلعبوش ماتش من بداية لا طبع لا بس كل ماتش وليه حساباته انا فيه وقت اه ورقة ربحة تبقى معايا ولكن لا فيه ماتشات حقه علي ان انا لازم ابدأه وفيه حاجة اسمها اللعيب يفضل احتياطي معايا لطول عشان نصلهوا بس الورقة الربحة يكسبني كده يبقى ده غلط الفكرة ده غلط ولكن انا فيه وقت في ماتشات معينة ماتشات كبيرة معينة انت اللي بتخلصها لي يبقى انا لازم افاهمك ده يبقى فيه ماتشات انا لما احس ان انت بتديني في الماتشات الكبيرة خلاص لا فيه ماتشات كبيرة وصغيرة لازم اديها لك هنا بقى اللعيب يقدر المدرك كده نقدر نقول ان خلاص كده الدوري حسم لنادي الاهلي ونقول له مبروك ولا بيرامدز قادر ان هو ينافس وياخد الدوري لا كده الامور واضحت للناس كلها وفرق ويعني تعرف يعني ايه الامكانيات وقدرات ولما يبقى ارك جمهور كبار زي جمهور النادي الاهلي خلاص هو دايما الفاصل في كل حاجة ده واضح وده ظهر خلاص النادي الاهلي حسن بنسبة 90% البطولة 90% النادي الاهلي طالما على القمة لانه يتنازل عنها يعرف وده القاعدة بتاعتنا وإحنا كلنا عارفين ده من سنين طالما الاهلي صعد جدول الدوري والمنافس بتاعك انت كسبته خلاص فرق الاربع مطشاط اللي لسه للاهلي هيكسبهم ان شاء الله خلاص هيعتلي قمة الدوري وبالتالي الدوري حسن بنسبة 90% لصالح النادي الاهلي دلوقتي التشكيل الاهلي هنقايم لعيب لعيب محمد الشناو تدينه قام من عشرة هنديله خمسة من عشرة كريم فؤاد كريم فؤاد ستة من عشرة محمد عبد المنعم سبعة من عشرة رامي ربيعة ستة من عشرة أحمد عبد الفتاح ستة من عشرة مروان عطية مروان ستة أكرم توفيق سبعة إمام إمام عشور تمانين حسين الشحات حسين تسعة طهر محمد طهر طهر تمانين وسام أبو علي وسام تسعة وسام وشحات ديتهم الرقمين دول ليه؟ عشان كفائتهم طول الجيم كل واحد يهم المهام بتاعته بيعملها اعلى مستوى وظاهر فيها يمكن حتى تقييمي للخط الظاهر دخل الجنين في الناس النادي الاهلي وتقريبا دول أخطر كرتين جمع النادي الاهلي فدخله جنين فلازم وكمان هما مسؤولين عندها تنظيم الحتة الدفاعية وكمان الجن الأولاني بالذات كرة ضربت خط طولي بسروب باص من وليد الكارتي بشكل رائع لحظة خروج عب منعم من مركزه لازم هنا في الوقت ده يبقى فيه عمق من رامي وغلق مساحة من رامي لان رامي كان فاتح قوي وكان بعيد عن الراجل رأس الحربة فقدر ان هو يخترق الدفاعات فهنا يسأل استوبارين وحارس مرمى وبرضو بسأل برضو جزء كبير قوي للشناور في الجول الاول وبون التالي تمام قال له ديانج نزوله هايل ياخد جزء قليل طبعا تقريبا من عشرين دقيقة او خمسة وعشرين دقيقة يعني طبعا تمانية تمام ورودة سليم ملحقش يعني ملحقش طب وافشة افشة هدي له عشرة عشر اول عبدية عشر دقيقة صح جاب جون من اول لمسة جاب جون حلم اعمل اتنين بس صح يعني كده اعلى واحد افشة افشة في عشر دقيقة انا قيمته فين ميش طيب بالنسبة بقى البيرامدز احمد الشناوي النهاردة برضو يسأل بشكل كبير على الجون الثالث هو بتاع افشة بتاع افشة ممكن لو تراينج او هو شايف الكرة بشكل اقوى من كده يقدر يطلحها لانه هو تقريبا لمسها بس دخلت ادي له برضو خمسة من عشرة محمد حمدي الباكليفت اه لا خمسة من عشرة محمود مرعي محمود مرعي سبعة من عشرة سبعة من عشرة عاجبني جدا محمود مرعي كنت عايزه كمان يجي الاهلي صارت باك كويس جدا وعنده شخصية وعنده جرقة وعني كويسة وعنده ثقة في نفسه وعنده سرعات كرته كويسة التحمات وهيلا سؤال لو جي الاهلي يجي يلعب اساسي؟ هيبقى موجود هينفس اللي موجودين هينفس هينفسه وعنده شايفوا انه يبقى بديل عبد الملعم؟ يبقى بديل عبد الملعم شايف هو قدر يعود عبد الملعم؟ يقدر لانه عنده شخصية عنده شخصية احمد سامي اربعة من عشرة مهند لشين؟ مهند سبعة من عشرة مهند كان هايل لان مهند اشتغل كويس قوي الشوت الاولاني بالذات على امام عشوق كان صغيارة وبيحاول يعمل شغل فردي كان مهند كان قايم بالدور ده كويس جدا معاه عشان كده اديته سبعة من عشرة تمام بلاتيته ليه؟ لا ستة كان مستوامل خفض شوية وليد الكارتي؟ وليد مونتاز سبعة من عشرة مصطفى فاتحي؟ خمسة من عشرة خمسة من عشرة مظهرش النهاردة خالص انت شفت خطورة النهاردة ليه؟ نا صراحة مكانش موجود خالص مكانش موجود فاخر اللقاي؟ فاخر اللقاي برضو خمسة من عشرة اربعة من عشرة كان انا شفت مش انت شفتو؟ اه والله ما حسيت بيه خالص النهاردة اه محسيتش بيهر في الجون بس الجون الاولان انت شفتو تاني؟ انت معي اهو انت فرج مع الماتش انت شفتو؟ لا ايو هي لحظة في الجون شفتوش تاني بس هو برضو عشان في الحدفة هو هداف فتدوه بستاني الفرص دي ماشي انت وسام ابو علي شفتو في تحرقات في استحواز في فرص تانية موجود بيتحرق بيشاكس ليتا في عائلات دايما هتقول لي اسمه فاهم؟ وانا عشان كده انا قلتلك نادي الاهل ايه هو راكب الجيم من بدر جدا محمد الشيبي؟ هتديله برضو ستة خمسة من عشرة لان عنده الحتة الدفاعية فيها مشاكل فعلا كان فيها اختراقات كتيرة من الحتة دي احمد توفيق؟ احمد توفيق مالحقش يعني ملمسة حاجة برضو يعني انا باتكلم حتى على الناس اللي نزلت يعني الشي بنزل احمد بون يعني الشي بنزل احمد بون لا والشي بنزل فداية عشان نزل بادي اه توفيق اللي بعده بقى في الداية سبعة وسبعين سبعة وسبعين والحاجات دي كلها اه بوبو؟ لا بوبو برضو خمسة من عشرة مالحقش يعني تقيماتهم بتبقى هالي يعني ومروان حمدي انت بالنسبة لك خلاص تقيمات خلاص لان بص اللاعبيت بيرامدز كلها اصلا حتى اللي بدأوا الجيم الاستحواس كله اللي كان الاهلي فراس كلها كانت لبقى اخطر خلاص مع اني فيه اخطاق الجنين اللي جوم بقى خلوني دايما اديت علامات اقال لي ليه عشان الجنين اللي جوم فظاهر اخطاق كتير فهدديني اديت ناس خمسة وناس ستة عشان كده كولر تسعة تمام يروتيتش يروتيتش هتديله ستة امان عشر ستة امان عشر رغم النتائج العيلة اللي عملها بيرامدز عشان بداية المباراة نتائج بداية المباراة غلط غلط بس انت بالاخر برضو انت قيمت الشيبي مش بافضل شيء انا معاك بس برضو والراجل هو اللي بيبدأ كله وبعدين هلاعب بقى واحد اشوال ناحية اليمين جديدة اللي عملها واحد مستر كان اسمه باترس نوفو كان مسك الاسماعيلي معانا ولاعب احمد سامير فرج لقيته بيلعبوا باكرايت اشوال لعبوا باكرايت فاكنه جناح بس بيلعب برجل الشمال فلعبوا في الحتة دي يعني فطبعا اتغير برضو تقريبا في نفس التوقيت بين الشروطين طب ده بيبقى كموديل الفني بقى فكره ايه ساعت شايف ان اللاعب عنده امكانياته عالية جدا بيلعب برجل الشمال وعنده الحتة الدفاعيك وعنده الحتة الهجومية عالية فبيقولك ده يروح هناك ويعملك روس عكسي اه انا بكلمك باترس نوفو مجيل اسماعيلي سنة الفين وستة خمسة سبعة او ستة عالفين وسبعة او ستة ده باترس نوفو جيل اسماعيلي انا 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 بكلمك نفس اللي عمله الراجل النهاردة لعب واحد باكليفت بيلعب برجل الشمال لعبوا باك يمين احنا سهل جدا انا راجل ايه انا لعبت باكليفت كتير مكان كريم فوقات في الاهلي ولعبت باكرايت كتير ولعب سردباك ولبرو وفندر لعبت كل المراكز دي وارج جدا تلعب كرجل ايمن تلعب بناحة الشمال بس صعب جدا تبقى اشوال تلعب بناحة اليمين صعب الاشوال دايما بيبع عنده مشاكل شوية ببقى معتمد اكتر راجل الشمال احنا نقدر نلعب بجنال الاتنين الايمن اه حتى لو رجلتك من الشمال حتى لو الشمال ضعيفة شوية بس ضبط بس تقدر تشتغل اكتر في ناحية الشمال غير الايمن الايمن غير الاشوال في الحتة دي سبت عنا بوجودك معنا ربنا اخليك ويعني متشرف دايماً بوجودك معنا يا كابتن في موقع في الجول ربنا يا خليك أنا وصول جداً بوجيدي معاك النهاردة وسعيد جداً بلقائي لك ودايماً ملك التوقعات حبيب يا كابتن حبيب يكون صحيح طيب وبكده نكون وصلنا نهاية الاستوديو التحليلي أتمنى أن تكون استمتعته بالاستوديو التحليلي وانتظرونا في استوديوات تحليلية تانية سلام